صباح الخير عليكم جميعاً النهاردة عندنا حلقات صغيرة عن علاقة ما بين الدين والكورونا وحبدأ الموضوع هنا من الحمام وكيف علمنا الرسول أننا نكون نضاف حينما ندخل الحمام منذ أن نستعمل يدنا اليسرى في التبول والتبول نحن دائماً نستعمل في الحمام المير زي ما نحن شايفين كده أولاً أو لو كان عندنا شطافة علشان نستعمل بيدنا اليسرى اللي هو ننظيف المكان التبول والتبوت باليد اليسرى أما اليد اليمنى فنحن نستعملها في الأكل والشرب وفي الوضوء فهي أول خطوة في الصحة للشاب والشابة المسلمين في أنهم يمنعوا عن أنفسهم اللي هو تلوث الذي يحدث من دخول الحمام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر